مساء الخير قبل سنتين أو ما قبل الميلاد الأخطر فهذا الجيش صانه ربه ولمدى الأزمان خذله العالم تركه العرب حاربوه بحجب سلاحهم نصروا عليه الجيش الإرهابي الأسود فإن الجيش اللبناني في عيده منبت للرجال ومعافى يا عسكر لبنان حيث كنت واستحضرت المعارك وحيث جنودك يشرقونك الشمس عند الحدود يفرض عليهم القتال ثم يفرضون النصر هذا العسكر الذي اقتيد غيلة ذات عيد فخطف وقتل على أياد السوء الإرهابي في عرسال وبالتعاون مع أياد لبنانية صديقة عاماني على الخطف وحسين يوسف الأب المثالي لا يزال ينتظر يشارك الموجوعين مرارتهم يمشي في المسيرات المحقة يطوف القضايا الوطنية ثم يجلس وحيدا يراقب عودة محمده من الجرد ومعه ثمانية آخرون لا خبر عنهم لدى داعش للمنتظرين عائدا للعسكر المخطوف للجنود المتأهبين للزنود السمر للحارسين بحرنا وبرنا ودرة الشرقين فإن هذا الوطن لم يكن مرة لينتصر بالتسول على أبواب العرب وبحسرة العيد نفذ أهالي المخطفين اليوم وقفة عز استعادة الذكرى المرة وصوبت السهام نحو الدولة علما أن السلطة اللبنانية بأجهزتها العاملة على خط التفاوض لم توفر فرصة حوار مع الخاطفين إلا وأقدمت عليها إلى أن انقطعت الخطوط العيد المؤجل اختصر باعتصام وبرسالة اعتذار حكومية عن الاحتفال المركزي بسبب الفراغ الرئاسي في وقت يتمدد هذا الفراغ إلى كل المؤسسات يتقدمها مجلس النواب طويل العمر قصير الفعل والعازم على التمديد الثالث ما لم يتوافر القانون وفي هذا الإطار رأى نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن التمديد سيشكل جريمة لا تختفر ورأى أن النسبية ليست الأفضل وستنتج أفشل مجلس في التاريخ وهنا يقع مكاري في جريمة لا تختفر لأن المجلس النيابي الحالي لن يأتي أسوأ منه وباللغة الانتخابية الديمقراطية شكلا الضاربة عمقا في التجربة التمهيدية الأمريكية جرت انتخابات التيار الوطني الحر لاختيار المرشحين للانتخابات النيابية على أن شبح المفصولين كان الناخب الأقوى ومن التزم الصنطة لألا يقصى عن المعركة سيكون صوته مدوياً بعدما انتخب بأضعاف منافسيه ألاعون سيمو أبي رميا وكثيرون ممن وضعوا على اللائحة السوداء تظهر النتائج الأولية فوزهم الكاسح